ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في الرابع صباحا من يوم الأحد الماضي حيث يرجح أن يكون سبب الوفاة سكتس قلبية كون المتوفي كان يعاني قيد حياته من مرض القلب هذا وانتقلت مصالح المداومة إلى عين المكان حيث حضرت فرقة الشرطة القضائية والعلمية وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد التشريح الطبي من أجل الوقوف على أسباب الحادثة كما تم وضع السيدة التي كانت رفقته وهي مطلقة وأم لطفلتين تحت تدابر الحراسة النظرية من أجل التحقيق معها حول مجرايات الواقعة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية